حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب وواكيع حدثنا يوسف عن حبيبي بن يسار عن زيدي بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شريبه فليس منا حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيدي بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباة وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيانا للتيمي حدثني يزيد بن حيانا للتيمي قال أنطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلمين إلى زيدي بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبن أخي والله لقد كبرت سني وقد معهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكرى ثم قال أما بعد أليا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه إني تاريك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه قال وأهل بيت أذكركم ألاها في أهل بيت أذكركم ألاها في أهل بيت فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساءه من أهل بيته قال إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال أكل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم قال يزيد بن حيان حدثنا زيد بن أرقما في مجلسه ذلك قال بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحدث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه قال كذبت ولكنك شيخ قد خرفت قال إني قد سمعته أذني ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدثنا زيد في مجلسه قال إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الدرس من أدراسه كأحد حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيدي بن أرقما قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتك لذلك أياما قال فجاءه جبريل عليه السلام فقالا إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحلالها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر لذلك اليهودي ولا رأاه في وجهه قط حتى مات حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمري بن مرة عن طلحة مولى قرضى عن زيدي بن أرقما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض يوم القيامة قال فقلنا لزيد وكم أنتم يومئذ قال فقال بين الستمائة إلى السبعمائة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيدي بن أرقما قال آتا النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم لست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصمته قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعتقوا تامئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة الجماعي قال فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيد من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر حسن إسماعيل ابن علية أخبرنا أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقما رأى قوما يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصال وقال مرة وأناس يصلون حان يحيى بن سعيد عن أبن جريج قال أخبرني حسن بن مسلمين عن طاوس قال قديم زيد بن أرقما فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحمين أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال نعم أهد له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إن لنأكله إن حرم حسن يحيى بن سعيد عن شعب تحدثني عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى أن زيد بن أرقما كان يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو كبرها النبي صلى الله عليه وسلم حسن يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيبي بن يسار عن زيد بن أرقما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شريبه فليس منا حسن يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سمعت زيد بن أرقما والبراء بن عازي بن يقولاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا حدثنا بهز وعفان قال ثنى شعبة قال بهز في حديثه حدثني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهالي رجلا من بني كنانة قال سألت البراء عن الصرف فقال سلزيد بن أرقما فإنه خير مني وأعلم قال سألت زيدا فذكر الحديث حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبراني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمع أبا المنهالي قال سألت البراء وزيدا بن أرقما فذكر نحوه حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبراني حسن بن مسلمين عن أبي المنهالي ولم يسمعه منه أنه سمع زيدا والبراء فذكر الحديث حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيدي بن أرقما قال كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت حان أبن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية العوفي قال سألت زيدا بن أرقما فقلت له إن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله تعالى عنه يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك فقال إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم فقلت له ليس عليك مني بأس فقال نعم كنا الجحفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ظهرا وهو آخذ بعضد علي رضي الله تعالى عنه فقالا يا أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بل قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه قال فقلت له هل قال اللهم والما ولاه عادما عداه قالا إنما أخبرك كما سمعت حثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قال فنا يوسف بن صهيب قال أبو المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيدي بن أرقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادياني من ذهب وفضة لا ابتغى إليه ما آخر ولا يملأ بطن أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تابه حنا وكيع حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصاري عن زيدي بن أرقم قال أول مون أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه حثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق قال سألت زيدي بن أرقم كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسعة عشرة وغزوت معه سبعة عشرة وسبقني بغزاتين حثنا يزيد بن هارون أخبرنا سلام بن مسكي عن عائد الله المجاشعي عن أبي داود عن زيدي بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا يا رسول الله فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة حثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عمري بن مرة قال سمعت أبا حمزة يحدث عن زيدي بن أرقم قال أول مون أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه قال عمر فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرضي عن زيدي بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك قال فلا من قومي وقال ما أردت إلى هذا قال فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك قال فنزلت هذه الآية الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغل إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضري بن أنس عن زيدي بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميموء أبي عبد الله عن زيدي بن أرقم قالا كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد قال فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قال فتكلما في ذلك الناس قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي وقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زيدي بن علاقة قال نال المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد بن أرقم قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سب الموت فلم تسب علي وقد ميت حان أبو داود أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ميمونا يحدث عن زيدي بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداوئوا من ذات الجنب بالعود الهندي والزيت حان سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت معاوية يخطب يقول يا أهل الشامي حدثني الأنصري قال قال شعبة يعني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وأني لا أرجو أن تكونوهم يا أهل الشامي حثن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا حمزة مولى الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل نزلوه في مسيره فقال ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوضة من أمتي قال قلت كم كنتم يومئذ قال كنا سبعة مئة أو ثمانمئة حثن سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت النظر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حثن إبراهيم بن مهدي حدثنا معتمل قال سمعت داود للتفاوية يحدث عن أبي مسلمين البجلي عن زيد بن أرقم قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك قال إبراهيم مرتين ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء قال إجعلني مخلصا لاك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام اسمع واستاجب الله الأكبر الأكبر الله نور السماوة والأرض الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الأكبر حنا عفان ومؤمل قال ثنا حماد بن سلم تحدثنا قيس بن سعد عن عطاء أن أبن عباس قال يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضل صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم قال مؤمل فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن حرم قال نعم حثن هاشم حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت محمد بن كعب القرضية قال سمعت زيد بن أرقم قال لما قال عبد الله بن أبي ما قال لا تنفقوا علما عند رسول الله أو قال لئن رجعنا إلى المدينة قال فسمعته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فلا من نس من الأنصار قال وجاءه وفحلف ما قال ذاك فرجعت إلى المنزل فنمت قال فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد صدقك وعذرك فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا علما عند رسول الله قال قال أبي حدثنا عبي حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرضي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبي قال أبي حدثنا عمر بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى تسعة عشرة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى حسن حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن النضري بن أنس أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزه في من قتل من ولده وقومه وقال أبشرك ببشرة من الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار حتى أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال صليت خلف زيدي بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي الليلة فأخذ بيده فقال نسيت قال لا ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركها أبدا حتى أسود بن عامر حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي سلمان المؤذن قال توفي يا أبو صريحة فصل عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا وقال كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا حسنا حسين بن محمد وأبو نعيمين المعنى قال ثنى فطر عن أبي الطفيل قال جمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشدوا لها كل إمرئ مسلمين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من ما سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس وقال أبو نعيمين فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم ولم ولاه عاد من عداه قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له أني سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له حسنا حسين حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول مون أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه قال عمر فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حسنا حسين حدثنا شعبة أخبرني عمر بن مرة قال سمعت ابن أبي الليل يحدث عن زيد بن أرقم قال كنا إذا جئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حفنا محمد بن مرة قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن أبي حمزة عن زيدي بن أرقم قال أول مون أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فذكرت ذلك للنخعي فأنكره وقال أبو بكر أول مون أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهالي أن زيدي بن أرقم والبراء بن عازي بن رضي الله عنهم كان شركين فاشتري فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه حسنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن الحريث عن زيدي بن أرقم قال لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم الجبن والبخل وعذاب القبر اللهم أهتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونافس لا تشبع وعلمين لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها قال فقال زيد بن أرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكمهن حسنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا حمزة أنه سمع زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فسمعته يقول ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يريد علي الحوضة ومن أمتي قال كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو ثمانمائة حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا وسألت هذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قيس عن عطاء أن أبن عباس رضي الله تعالى عنه قال يزيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضل صيد وهو محرم فلم يقبله قال بلى حثنا أسود بن عامر أخبرنا جعفر الأحمر عن عبد العزيز بن حكيمين قال صليت خلف زيدي بن أرقم على جنازة فكبر خمسا ثم اتفت فقال هكذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم حثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني تاريك فيكم أثقلين قال نعم حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة الجماعي فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيد من جده فإذا بطنه قد ضمر حثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي أيوب مولى لبني فعلبة عن قطبة ابن مالك قال سب آمير من الأمراء علي رضي الله تعالى عنه فقام زيد بن أرقم فقال أماء قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الموت فلم تسب علي وقد مات حثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسعى عشرة وغزوت معه سبع عشرة غزوة وسبقني بغزاتين حان روح أنبأني أبن جريج أخبرني عمر بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أباء المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجيرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال أن كان يدا بيد فلم بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح حثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إسي بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى ناسا يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير الساعة أفضل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصال حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي الليل قالا كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن أبي حمزة عن زيدي بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم جزء من مئة ألف أو من سبعين ألفا ممن يرد علي الحوض قال فسألوه كم كنتم فقال ثمانمائة أو سبعامائة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة وعن قتادة عن النضري بن أنس عن زيدي بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني قتادة عن النضري بن أنس عن زيدي بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حثنا عفان حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة قال سمعت ابن أبي الليل قال قلنا لزيدي بن أرقم حدثنا قال كبرنا ونسينا والحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حنا عفان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن ميموء أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمعون زنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلى بهجير قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس فقال ألستم تعلمون أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمئ من نفسه قالوا بل قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عاد من عداه ووال من ولاه حثنا بهز حدثنا شعبة أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أباء المنهالي رجلا من بني كنانة قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال سألت هذا فقال أأتي فلانا فإنه خير مني وأعلم وسألت الآخر فقال مثل ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيدي بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورسة من ذات الجنب قال قتادة يلده من جانبه الذي يشتكيه حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ميموء أبي عبد الله قال كنت عند زيدي بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفزطاس فسأله عن داء فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بل قال من كنت مولاه فعلي مولاه قال ميمون فحدثني بعض القوم عن زيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولم ولاه وعاد من عداه حانا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيدي بن أرقم قال كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن فأتي بامرأة واطئها ثلاثة نفر في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقر ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقر ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقر ثم أقرع بينهم فأزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي أدية فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده حثن روح حدثنا ابن جريج أخبرنا حسن بن مسلمين عن أبي المنهالي ولم يسمعه منه أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازي بن يقولان سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصرف إذا كان يدا بيد فلمأس إذا كان دينا فلا يصلح حثن أسباط حدثنا سعيد وعبد الوهابي عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حثن أبن مهدي حدثنا شعبة عن قتادة عن النضري بن أنس عن زيدي بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال ابن أبي بكير عن زيدي بن أرقم قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا عالما عند رسول الله ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي أبن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصيبني مثله قط وجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلى إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك قال حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله عز وجل قد صدقك حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا علما عند رسول الله حتى ينفض من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذى لفا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي مما قالوا حتى أنزل الله عز وجل تصديقي فإذا جاءك المنافقون قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلو رؤوسهم وقوله تعالى كأنهم خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال لقيت زيد بن أرقم فقلت له كم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسعة عشرة قلت كم غزوت أنت معه قال سبعة عشرة غزوة قال فقلت فما أول غزوة غزى قال ذات العشير أو العشيرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة قال سمعت أبا حمزة قال قالت الأنصار يا رسول الله إن لكل نبي أتباعا وإن قد تبعناك فدع لها عز وجل أن يجعل أتباعنا منا قال فدع لهم أن يجعل أتباعهم منهم قال فنميت ذلك إلى أبن أبي الليلة فقال زعم ذلك زيد يعني ابن أرقم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد يحدث عن النظري بن أنس قال مات لأنس ولد فكتب إليه زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة وعن حبيب قال سمعت أباء المنهالي رجلا من بني كنانة قال سألت البراء بن عازي بن عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم قال فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم قال فقال جميع النهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن ميموء أبي عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم قال غز رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة غزوة وغزوت معه سبعة عشرة غزوة حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة قال شكع بيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيدي بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثا مونقا أعجبه فقال له سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن حدثنيه أخي حثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلمين عن طاوس قال قديم زيد بن أرقم فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحمين قال ابن بكر أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما وقال عبد الرزاق أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أهدي له عضو قال ابن بكر رجل عضو من لحم صيد فرده عليه وقال إن لنأكله إن حرم حدثنا سفيان بن عوينة عن أجلاح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليلي عن زيدي بن أرقم أن نفرا وطئوا امرأة في طهر فقال علي رضي الله تعالى عنه الاثنين منهم أتطيباني نفسا لذا فقال لا فأقبل على الآخرين فقال أتطيباني نفسا لذا فقال لا قال أنتم شركاء متشاكسون قال إني مقرع بينكم فأيكم قريع أغرمته ثلثي أدية وأزمته الولد قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله تعالى عنه حنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بكر بن أنس قال كتب زيد بن أرقم إلى أنس بن مالك يعزيه بمن أصيب من ولده وقومه يوم الحرة فكتب وقومه ذلك للقول لكم أبشرك ببشرى من الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار ولنساء ابناء الانصار ولنساء ابناء ابناء الأنصار. حفنا سريج بن النعماني حدثناه شيم اخبرنا الاجلاح عن الشعبي عن ابي الخليلي عن زايدي بني ارقما ان عليا رضي الله تعالى عنه اتيى في ثلاثة نفر اذ كان باليمن اشتركوا في ولد فاقرع بينهم فضمن الذي اصابته القرعة ثلثي اديتي وجعل الولد له قال زيد بن ارقم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بقضاء علي فضحك حتى بدت نواجده حثنى محمد بن ربيعة عن خالد ابي العلاء الخفاف عن عطية عن زيدي ابن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد اتقم القرن وحن جبهته واصغى السمعى متى يؤمر قال فسامع ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسبنا الله ونعم الوكيل حدثنا ابو حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيدي بن أرقم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على مسجد قباء أو دخل مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس فإذا هم يصلون فقال إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال حدثنا حجاج عن يونس بن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيدي بن أرقم قال أصابني رمض فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما برأت خرجت قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا قال قلت لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت قال لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت لها عز وجل ولا ظنب لك قال إسماعيل ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة شكرا